السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم كما ترون في العنوان الموضوح هو غدر الرجال سأقول لها الكلمة صحيحة سأقول لك تابع معي لآخر الفيديو سأعرف هل هذه الكلمة صحيحة أو شو قصد منها بالأحرى سأضع مثال جدا بسيط قيسوا علي أنتوا الأشياء الأكبر لتعرفون شو معنى غدر الغدر طبعا فيه جملة معروفة وهي الطعن في الظهر وهاي جملة مجازية ليس واقعية فقط يعني عندما تقول أطعن شخص في الظهر ما معناته أنا أمنت له وعطيته ظهري وقلت أن هذا لا يمكن أن يخون الأمانة لكن أطعنيه ظهري فبالتالي أي شخص خائن من الأمانة هذا غدر هذا الرقم واحد دعنا نقيس على هذا المثال نتكلم عن السلفية الشخص سلف شخص مبلغ ويتفق أن يرد هذا المبلغ في التاريخ الأفلاني آخر الشهر مثلا هذا التاريخ الريال التصل قال ترى عندي ظرف وما أقدر يرد البيزات هل هذا غدر لا هذا ظرف يقاسف ما يقاسف الغدر وين لما أي شخص الدائن يطلب من المدينة البيزات يقول له ما لك شي عندي ولا عندك دليل وسير اشتكي هذا هذا الغدار الرجل عمره ما يقدر عمره الرجل بحشمته بأدبه بأخلاقه بثقلة بين الناس عمره ما يقدر مجرد ما يشخص في صفات الرجولة وقدر لو مره وحده هذا ما يعد من الرجال مهما كان ما يعد من الرجال ولا يجالس ولا يصاحب ولا أي شخص يعطيه من الأساس لكن دعنا نضعه بهذه الطريقة حسنا معنى الموضوع أنا قدت لكم أعطيكم مثال بسيط قيسوا وعليمتوا الأشياء الأكبر لكن دعني في العنوان نفسه شاعر أراقي قال بيت يعلم الله من أفصح ما سمعت في هذا الموضوع هذا الذرد الذي كان يريد الشعر أو البيت هذا يكون مني أنا ولكن شاعر أراقي قال قال ما أقوله فيه كلمة بعض الناس يضايجون منها لكن أنا أقصد المعنى والله ليس قصد يسبل شيء من هذا الطبيل يقول لك أمشي مثل الشمس أبد ما أخاف بالعافية بالعقل أبد ما أخاف أنا من غادر الرجال أبد ما أخاف خاف من الخنيطة المغادر به فالرجل عمره ما يغدر ومجرد ما رجل يغدر يتحول الكلمة التالية السلام عليكم